حل مشكلة تمكين المصادقة الصنائية على الفيسبوك عندك انا عارف ان انت سمعت فيديوهات كتير جدا جدا وكل واحد بيشرح بطريقة معينة انا النهاردة هحللك مشكلة تمكين المصادقة الصنائية ومش هتطلع من الفيديو ده غير لما تحل المشكلة بتاعتك باذن الله تعالى ولو انت لسه مشكلتك لسه ما تحلتش اكتبلي في الكومنتات وباذن الله هرد عليك قبل ما نبدأ في حلقة النهاردة عزيز المشاهد عايزك تصلى على النبي عليها افضل الصلاة والسلام علشان ربنا يكرمني ويكرمك انت كمان ولو انت لسه مشتركتش في القناة ياريت تدعمني بالاشتراك وتعمل لايك للفيديو ده ده محفز لي ودعمي علشان نستمر باذن الله لحل المشاكل اللي بتظهر على السوشال ميديا علشان ما نطورش كتير في المقدمة عزيز المشاهد يلا بينا علشان نحل مشكلة المصدقية الصنائية على الفيسبوك بمعنى تاني تمكين المصادقة الصنائية ومستنى رأيك في التعليقات عزيز المشاهد في القناة اللي احنا فاتحينها دية ياريت تدينا رأيك في المحتوى اللي احنا بنقدمه ولو انت لسه عندك المشكلة شغالة ياريت تكتب لنا في التعليقات وبإذن الله تعالى هنحل لك المشكلة دية ويلا بينا يلا بينا حل مشكلة المصدقية الصنائية او تمكين المصدقية الصنائية زي ما انتوا شايفين كتبنا رقم التلفون وكلمة السر وهنضغط على تسجيل دخول علشان نوريكم حل المشكلة دية لو ضغطنا على كلمة تسجيل دخول زي ما انتوا شايفين هتفتح معانا الصفحة اللي هي تمكين المصادقة الصنائية طبعا معظم الناس بتظهر معاهم الصفحة دية طيب لحل المشكلة دية هتعمل ايه بالزبط ركز معايا وان شاء الله هتحل المشكلة دية باقل الامكانيات مش محتاج ان انت تتكلم حد خالص مش محتاج ان انت تتكلم اي حد خالص شوف لو احنا ضغطنا على كلمة تنكين المصادقة الصنائية اللي انتوا شايفينها دية بتبدأ تظهر معانا الصفحة دية انقطاع الانترنت طيب ايه الحل او ايه اللي انت تقدر تعمله زي ما انتوا شايفين او الصفحة كمان احيانا مش بتيجي كده الصفحة احيانا بترجع الى الخلف بتبدأ ترجع الى الخلف عزيزي المشاهد طيب لحل المشكلة دية ايه عزيزي المشاهد ان انت تطلع خالص من تطبيق الفيسبوك العادي اللي هو الازرق ده تمام وبعد كده هنروح على جوجل قروم اللي هو ده عزيزي المشاهد هنبدأ نروح على جوجل كوروم تمام وهنبدأ نكتب في البحث هنا تمام سواني نكتب فيسبوك تمام فيسبوك تمام بعد كده نضغط على هنا بيقولك تسجيل دخول الى الفيسبوك هتضغط على تسجيل دخول هنا بيقولك عايز رقم التليفون فطبعا انا هحط رقم التليفون بتاعي على طول تمام زي ما انتم شايفين هو فيعني طالب مننا المصدقية السنائية زي ما انتم شايفين هو تمام بس لو ضغطنا هنا على كلمة تمكين المصدقية السنائية اللي هي تحت دي هتضغط عليها بالشكل ده هتبدأ تفتح معك الصفحة دي تمام هنا عزز المشاهد بيقولك بقى انت عايز تعمل المصدقية السنائية بتاعتك على تطبيق المصدقية السنائية او الرسائل او مفتاح الامان طبعا اللي متوفر معنا مثلا نعمله على الرسائل الخاصة بنا او الخط بتاعنا فهندغط على كلمة استخدام رسائل نصية اسم اس بعد كده عزيز المشاهد هنقدر نختار الرقم بتاعنا الرقم المصري بعد كده هندوس على متابعة زي ما انتم شايفين المفروض يجينا رمز دلوقت على الخط بتاعنا علشان نقدر ندخله هنا او هندوس على ارسال الرمز لا هنا المفروض نكتب الرمز طب الرمز يجينا هو هنبدأ نكتب الرمز عزيز المشاهد زي ما انتم شايفين هو تمام سواء نكمل الرمز ماشي بعد كده هندغط على متابعة وبكده احنا فعلنا المصدقية الصناعية على الصفحة بتاعتنا تمام زي ما انتم شايفين هي المصدقية الصناعية قيد التشغيل هنضغط على التم موضوع سهل جدا وبسيط وبكده احنا يحتبر فتحنا الصفحة بتاعتنا برقم التليفون بتاعنا دلوقت هنروح على الفيسبوك عندنا ونضغط على تسجيل دخول هنبدأ نكتب رقم التليفون بتاعنا طبعا رقم التليفون بتاعنا هو بيبدأ تظهر معنا الصفحة دية عزيز المشاهد طبعا لو ضغطنا على كلمة جرب طريقة اخرى لو طلاح زينا بيقولك ارسال الرمزة عبر الواطس هنضغط عليها بعد كده هنضغط على متابعة موضوع سهل زي ما انتم شايفين المفروض دلوقتي يجينا رمزة على الواطس الخاص بنا وبالفعل الرمز جادنا على الواطس تمام سواني لا مش دية ولا دية تقريبا لسه الرمز مجاش طيب نروح نشوف الرمز جادنا ولا لسه مجاش عزيزي المشاهد هنروح خالص كده نرجع خالص نروح على الواطس بالفعل الرمز جادنا هو هنضغط عليه هنبدأ نضغط على كلمة نسخ وبعد كده نروح على الفيسبوك عندنا نعمل لصق بعد كده ندوس متابعة زي ما انتم شايفين الصفحة اتفتحت عادي ما فيش اي مشكلة خالص وتم فتح الحساب سواني زي ما انتم شايفينهم تم فتح الحساب عادي جدا ما فيش اي مشكلة يعني عزيزي المشاهد الموضوع سهل جدا لو طبقت الخطوات خطوة بخطوة عادي ما فيش اي مشكلة خالص زي ما انتم شايفينهم الحساب واتفتح ومفوش اي مشكلة نهائية انت كمان تقدر ترجع حسابك عن طريق ان انت تمشي معانا الخطوات دي خطوة بخطوة الموضوع سهل جدا وبسيط عزيزي المشاهد لو انت استرجعت الحساب بتاعك فياريت ان انت تكتب لنا كومونت جميل علشان انا بقدم الخدمة دي مجانية للناس على القناة وطبعا لو انت تواصلت معايا هيكون الخدمة دي بمقابل تمام وبس كده عزيزي المشاهد يارب يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله انتظرونا في حل المشكلة دي من ناحية تانية او طريقة تانية باذن الله وكده خلصت الفيديو بتاع النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته